موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 8 لسن 1 اليونت الثامن الدرس الأول عنوان الدرس The Challenge التحدي موجود في صفحة 106 من كتاب الطالب صفحة 104 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب اللي اسمي الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقون من خلال هذا المعرف صفحة 106 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة The Challenge التحدي مثل ما باليونت الرابع ذكرنا أن اليونت الرابع والثامن عبارة عن وحدات مراجعة مراجعة لجميع المواضيع اللي أخذناها بالدروس السابقة هنا الدرس عبارة عن Challenge التحدي أو من الممكن نسميها لعبة يتم لعبها بداخل الصف ينقسم الصف إلى مجموعتين مجموعة A أو فريق A وفريق B كل فريق يمثلهم شخص أو تلميذ وكل فريق إلى أسئلة معينة خاصة بي إذا جاوبوا على كل سؤال كل سؤال عليه نقطة وبالأخير يجمعون النقاط الخاصة بيهم ويعلنون الفائز إذن هو عبارة عن لعبة يتم لعبها بداخل الصف لكن أحنا اللي همنا مو اللعبة اللي همنا الأسئلة اللي موجودة بداخل هذه اللعبة اللي راح نجي نوضحها ونحلها بالدقائق القادمة بالبداية نجي يوضح لقوانين اللعبة أو قوانين هذا التحدي نسمو محادثة بين تلاميذ الثنين التلميذ الأول يسأل يقول هل هناك أي خبز لغداءنا؟ فيجابه التلميذ الآخر والتلميذ الآخر يسأل السؤال الخاص بالفريق الأول وهكذا إذن كل فريق يسأل الأسئلة الخاصة بي للفريق الثاني وكذلك الفريق الثاني يسأل الأسئلة الخاصة بي للفريق الأول على شكل محادثة قلنا أنه كل فريق يمثلهم تلميذ من الممكن أنه هذا التلميذ يتغير بين سؤال وسؤال بعدها يقول لي اليوم عندك تحدي بالصف اختبر نفسك اختر فريقك أما فريق A أو B فهنا التلميذ يكتب I choose team فراغ أنا أختار الفريق الفلاني أما إذا كانوا يفريق A يكتب فريق A وإذا كانوا يفريق B يكتب هنا بالفراغ B بعدها work together اعملوا وسوية هنا يعني النشاط الجماعي التلميذ مو هو اللي يجاوب السؤال وإنما يتناقشون بالإجابة وبالأخير التلميذ أو الموثل مع الفريق هو اللي يقول الإجابة المتعلقة بالسؤال answer your team's questions اجب على أسئلة الفريق الخاص بي أستاذ ما افتهمنا خلنا نوضحها على شكل عملي يقول أن نصفهم قسمة لأقسمية team A فريق A و team B فريق B هذه الأسئلة المتعلقة بفريق A يسألها الفريق B وهذه الأسئلة المتعلقة بفريق B يسألها الفريق A واضع أمام كل فراق أو كل نقطة مربع إذا جاوبوها يضطوا نقطة وإذا ما جاوبوها يضطوا نقطة بالأخير يحسبون على ذي النقاط ويعلنون الفريق الفائز مثل ما وضحنا نهمنا الأسئلة لأن هذه الأسئلة جدا مهمة شفويا وتحريريا لا أستاذ مهمها شفويا وتحريريا لأن من الممكن أن نسألها الأستاذ بأمتحان الشفوي وكذلك تجينا بالأمتحان التحرير بسؤال المفردات بسؤال القواعد كل نقطة لها نوع معين فرح نجي نقرأ الأسئلة نوظف مفرداتها ونشوف أن هذه الأسئلة كلها عبارة عن مراجعة للوحدات السابقة كلها فمثلا رح نجاوي الأسئلة المتعلقة الفريق A وبعدها ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة في فريق B ورح نعرف شون رح يراجع للكتاب كله عن طريق هذه الأسئلة نوبر وان أولا هل هناك أي تفاح؟ نو فراغ شن تكملت الفراغ؟ أخذنا بدروس سابقة بوحدات سابقة موضوع الـ وذكرنا أن الـ تستخدم مع المفرد أو غير المعدود والـ تستخدم مع المعدود الجمع فهنا الأبلز معدود وجمع بها السجمع فقال لي هل هناك أي تفاح؟ هنا لازم نعرف شون نجاوب هذا السؤال هذا السؤال نجاوب عليه بالطريقة التالية أما yes there are أو no there aren't فهو قال لي no فاش أقول لي أقول لي no there aren't الجواب المناسب no there aren't كلا لا يوجد أي تفاح نوبر 2 Would you like lemonade or tea هل تود أو هل ترغب ب عصير الليمون أم الشاي هنا وضحنا وحدات سابقة كذلك بموضوع آخر اللي هو موضوع Would you like إنه إذا سألني شخص Would you like يكون الجواب عنه أما yes please أو no thanks إذا قدم لي شخص قل لي هل ترغب بالشاي أما أقول لي yes please نعم رجاء أو أقول لي no thanks كلا شكرا أو إذا خيرني بين اختيارين شا جاوبة أنا خيرني بين اختيارين lemonade or tea عصير الليمون أم الشاي هنا لازم يكون جوابي أما I'd prefer tea أو I'd prefer lemonade أما أني أفضل الشاي أو أفضل العصير الليمون التلميذ مخير أني جاوب بالطريقة التعجبية مثلا أنا قلت I'd prefer tea please أنا أفضل الشاي وأجعل number three where is the bank أين المصرف منطيني صورة توضح لي شلون أجاوب هذا السؤال هذا البنك بجانب الصيدلية شون أجاوب على هذا السؤال شرحناه بدوره السابق يقول it's next to the pharmacy إنه بجانب الصيدلية next to معناها بجانب أخذناها بالإضافة إلى behind خلف opposite among between بين number four where were you at seven o'clock today أين كنت الساعة السابعة اليوم شون أجاوب على هذا السؤال هذا السؤال بالماضي ستادي شون أعرفت بالماضي من خلال كلمة where الwas والwhere أفعال ماضية أفعال مساعدة أفعال كينونة ماضية فش أقول أقول مثلا I was in bed أنا كنت في السرير number five hello أنا مطلنا اختيارات this is نور's pencil case هذه حقيبة الأقلام الخاصة بنور it's فراغ إنها فراغ hello hers ذكرنا دروس سابقة الفرق بين صفات التملك وضمائر التملك وقلنا إن صفات التملك يجي بعدها اسم أما ضمائر التملك ما يجي بعدها اسم وإنما تيجي بنهاية الجملة لذلك إما أن الفراغ جانب بنهاية الجملة أخلي hers فأقول it's hers إنه أو إنها لها حقيبة الأقلام لها number six سادسا where are you going to go on holiday أين سوف تذهب فيها العطلة شونا جواب على هذا السؤال عرفنا المستقبل وقاعدته إن يكون الفاعل زايد is أو I زايدا going to اللي معناها سوف زايدا فعل مجرد فمثلا أقول I am going to go to Egypt أنا سوف أذهب إلى مصر number seven سابعا what did you do on your holiday ماذا فعلت بعطلتك شونا نجاب على هذا السؤال بما أنه بالماضي مثلا أقول I went swimming I went to Babylon ذهبت للسباحة ذهبت إلى آثار بابل إلى آخره أجاوب بالطريقة تأجبني لكن شرط أن تبه أن الفعل بالماضي لأن السؤال بالماضي number eight what seven years did you buy for your friends ما الهدايا التذكارية التي اشتريتها لأصدقائك شونا نجاب على هذا السؤال مثلا I bought أنا اشتريت ليش لأن ديت بالماضي فما أخلي buy يشتري وأنما أخلي bought اشترى فش أقول أقول I bought a key ring مثلا اشتريت مدالة مفاتيح وهكذا هذه الأسئلة المتعلقة بفريق A ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بفريق B number one is there any rice هل هناك أي رز نلاحظ أن الرز الرز غير معدود خلى وياه is there فالجواب قل لي no شنو تكملته no there isn't كلا لا يوجد number two ثانيا would you like milk or orange juice هل تود أو هل ترغب بالحليب أم عصير البرتقال فش أقول نفس الجواب اللي جوابناه فريق A أقول له مثلا I'd prefer orange juice أو I'd prefer milk أنا أفضل العصير أو أفضل الحليب I'd prefer milk مثلا number three where is the butcher أين محل القصابة من طين الصورة توضيحية هذا هو القصابة أمام البنك فش أقول أقول it's opposite the bank إنه مقابل المصرف number four where were you at 8 o'clock this morning أين كنت اليوم الساعة الثامنة صباحا نفس السلمة الفريق A تقريبا لكن بعض الكلمات يغيرها فهنا هنا الساعة الثمانية أين كنت مثلا أقول I was at school كنت في المدرسة number five my و mine كذلك صف التملك وضمير تملك these are my new shoes هذه أحذية جديدة they are mine إنها لي number six where are you going to go on holiday أين سوف تذهب في العطلة كذلك تلميذ مخير باستخدام زمن المستقبل أقول مثلا I am going to go to Jordan سوف أذهب إلى الأردن number seven what did you do on your holiday ماذا فعلت في عطلتك كذلك جواب يكون مثلا أقول I went swimming I went fishing I went camping إلى آخره number eight what did you see on your holiday ماذا رأيت في عطلتك مثلا أقول I saw the mountains رأيت الجبال I saw the pyramids رأيت الأهرامات إلى آخره هذا ما يخص هذا النشاط قلنا عبارة عن النشاط لا بأيتم لأيها بداخل الصف لكن الأسئلة الداخلة أسئلة مهمة جدا بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي من الممكن الاستاذ يسألها شفويا بالامتحان الشفوي المتعلق بامتحان أخير السنة أو من الممكن ينتجيني بالامتحان التحرير بسؤال المفردات يجيب لي أحد هذا الجمل ويخيرني أو يجيب ليها بسؤال القواعد حسب نوع الجملة ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين أي circle the odd word استخرج الكلمة الغريبة أو حوط الكلمة الغريبة من طين مجموعات كل مجموعة بها كلمة غريبة ما تنتمي لهم فأنا أطلع هذه الكلمة باعتبارها غريبة مثلا number one China Thailand India Basra England What is the odd word ما هي الكلمة الغريبة بين ذلك الكلمات فهنا نلاحظ ما عدا البصرة هي مدينة محافظة بداخل البلد فهي هذه الكلمة الغريبة فأحوطها number two Swam Bought Lived Learned Made What is the odd word ما هي الكلمة الغريبة بين ذلك الكلمات كذلك نلاحظ أن Swam Bought Learned Made كلها أفعال شاذة عند تحويلها إلى الماضي ما ضفنا لها أيدي وأنها تغيرت جذريا ما عدا lived الماضي ما live يا عيش أضفت لأيدي إذن هذا الفعل قياسي والبقية شوان لذلك أحوط هذا الفعل طبعا هذا التمرين تمرين مفردات مهم جدا جدا بامتحان نهاية السنة ليش أستاذ مهم جدا جدا لأن هذا التمرين يعتبر شامل لجميع الوحدات وهذا النوع من التمرين دائما ما يتكرر بالامتحانات النهاية امتحان نهاية السنة أو مثل ما أخذنا بنيونة الرابع تمرين مثله يجينا بنصف السنة لأن التمرين شامل لجميع الوحدات السابقة فيسجلوا على التمرين مهم جدا ويجينا مثل ما هو بدون تغيير أي شيء نمبر ثري ثالثا سنيك كانغرو باندا فيش لايون ما هي الكلمة الغريبة بإذن كلمات نلاحظ أنه سنيك وكانغرو باندا ولايون كلهم حيوانات برية مع عادة الفش حيوان بحري السمك فحوط الفش نمبر فور رابعا ما هي كلمة غريبة بين ذلك كلمات كذلك حاول أدور نلاحظ أن الماونتينز والسيز والريفرز والليكز عن العالم الطبيعي أو التضاريس الجغرافية مع عادة سانويتشز اللي هي شطار هي غير متعلقة بالعالم أو التضاريس الجغرافية نمبر فاين ما هي الكلمة الغريبة من بإذن الكلمات كذلك أحاول أطلع الكلمة الغريبة الكلمة الغريبة هي كلمة ماكروني نلاحظ أن الانتليجنز والليزي والفريندلي والدينجرس جميعا صفات إذا تذكروهنا أخذناها بصفات الحيوانات مع عادة الماكروني هي من الأكلات فأحاول كلمة ماكروني نمبر سيكس سادسان ما هي الكلمة الغريبة ما هي الكلمة الغريبة من بين ذلك الكلمات كذلك بنفس الطريقة نلاحظ من البوكسن والروين والكاراتة والتنس ذلك سبورت رياضات مع عادة شوپنج التسوق ليست من الرياضات هذا ما يخلص التمرين أي تمرين مهم جدا مثل ما وضحنا يجينا بسؤال المفردات مثل ما هو يطلب من عند النس تخرج الغريب منتقل لتمرين بي أو التمرين الأخير ما هي أسماء المجامية لهذه الكلمات إحنا مؤخذنا بالتمرين أي كل نقطة بيها مجموعة من الكلمات وطلعنا من هذا الغريب يقول لك المجموعة الباقي عبر لي عن شنو شون يعني مثلا يعبر لي عن شنو رياضات كذلك لا صفات عن عالمنا غير مناسبة حيوانات برية كذلك لا بلدان نعم فهو شاطبها وحاطها بفراغ المجموعة الأولى تعبر عن الكنتريز اللي هي البلدان خنشوف المجموعة الثانية شنو شنو افعال شاذة أو غير قياسية نعم هي افعال غير قياسية فأخلي irregular verbs المجموعة الثالثة سنيك كانجورو باندا لايون هذا النشنو سبورتس رياضات أكيد لا عادجكتب صفات كذلك لا عن عالمنا كذلك لا حيوانات برية نعم فأقول لك مجموعة الثالثة هي حيوانات برية هذه المجموعة تعبر لي عن شنو عن السبورتس رياضات أكيد لا عادجكتب صفات كذلك لا عن عالمنا نعم هذن المتعلقات عن عالمنا أو التضاريس الجغرافية نعم يعبر لي عن شنو يعبر لي عن الصفات وبالأخير التنس والكاراتي والروينج و بوكسينج يعبر لي عن السبورت الرياضات هذا ما يخص هذا النشاط هذا النشاط مجرد صفي غير مهم بالامتحان التحرير أو امتحان الشفوي يريدون مجرد يخلينا ميز بين مجاميع هذه الكلمات كل مجموعة كلمات تنتمي اللي يانوع من الانواع اللي منطينيها نبع على التمرين غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم لاحظنا أن درس قصير جدا لأنه هو درس مراجعة رح إن شاء الله نكمل مراجعة اليونيط الثامن بالدروس القادمة ورح نلاحظ أنه بمجموعة من الانشاطة المهمة جدا أحاول قدر المستطاع أحفظه لأن الانشاطة مهمة جدا بالامتحان التحرير المتعلق بامتحان أخير السنة ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤالة أو سفسارة وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة مجردكم على الشاشة شكرا للمشاهدة